شيخنا الكلام عن بر الأبناء هل أصل عندنا في القرآن أو في السنة أو في هدي الصحابة أو في الآثار؟ لا شك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال من أحوال أن يتصور أخذ بلا عطاء في هذه الدنيا الدنيا أخذ وعطاء زي ما يقول عم بقولك هات وخد لا يمكن بحال أنك تاخد على طول فالآباء الذين ينتظرون من أبنائهم البر والإحسان طيلة حياتهم وحتى مماتهم وبعد مماتهم دون أن يكون هناك إحسان وبر من الآباء والأمهات لأبنائهم فهذا تصور خاطئ هذا تصور خاطئ لذلك يعني أنا دائما أقول أن تربية الأبناء أو حسن تربية الأبناء طريق إلى بر الأمهات والآباء الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لم يوصي الأباء والأمهات بأبنائهم إلا مرة واحدة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حفظ الأنفيع هذه الوصية الوحيدة إنما القرآن ممتلئ بأمر الأبناء أن يبروا الأباء ليه؟ لأن الأباء والأمهات ده طبيعة مغروسة فيهم فطرة مغروسة فيهم أن يحنوا على الأبناء أن يحسنوا إليهم أن يبروهم أن يقصطوا إليهم أن يقوموا بخدمتهم أن يبذلوا كل ما يملكون من أجل أبنائهم حتى يبذلون أرواحهم من أجل أبنائهم بينما الأبناء دول مكلفين فأنت مكلف أن تبر والدك ووالدتك وأجدادك وأعمامك وأخوالك وكل من له حق عليك من الأرحام تمام؟ هذا تكليف والتكليف دائما بيبقى عسير على النفس هذا التكليف لا يمكن بحال من الأحوال أن تحققه على الوجه المطلوب إلا إذا رأيت مردودا له أو رأيت الذي يكلفك بهذا أعطاك منحة تعينك وتدفعك دفعا إلى القيام بهذا البر ترجمة نانسي قنقر